السلام عليكم البنات مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي دوام الصحة والعافية فيديو ديوم حيكون على هذو البلاتو البلاتو اكسيون العاملين ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانسجرام هذو البلاتو البنات البلاتو بريسيج تقدروا تحطو فيهم ديكوراتكم المميزة كما تقدروا تحطوهم فوق فوق الطاولة ولا فوق الكوافز كما تقدروا تحطو فيهم ايضا الحلويات ولا المملحات حاجة جاية بخزن طابل ولا ارواح هذو البلاتو البنات كانين اللي يتباعوا وجدين لكنهم يتباعوا بواحد المادة على التلحيم يلحموا الزجاج مع هذا المرايا ومن بعد يلونوا هذك زجاج باللون الضاغي ولا الغجان انا اليوم البنات حبيت اني نشاركم تجربتي مع هذو البلاتو بهذا الباقيت اللي جاي في الضاغي اه ونشاركم ثاني هذا البلاتو اللي جاي شكل ثوماني اول اول شي البنات بانتحصلوا على اي شكل حبيناه لازم اول شي نرسمو على الورقة ولا على قطعة الكارتون من بعد نديوه عند زجاج والمرايا وهو يقصرنا هذك الشكل لان البنات باش ترسمي هذا الشكل لي على شكل ثوماني ترسمي المستطيل الاول وفي نص المستطيل الثاني من بعد نوصلو الاضلع تعنا الاربع المتبقية اول شي المستطيل اول هذا القياس ستة وسبع عشر ونص على ثمانية ونص والثاني خمسة عشر ونص على ثمانية ونص من بعد نوصلو هذا الاضلع نتحصلو على هذا الثوماني الغير المنتظم وراح يخرجو لكم البنات اه اربع اضلع بالقياس ثمانية ونص سنتيمتر وربع المتبقية حيخرجو لكم 12 ونص سنتيمتر ولهنا البنات نحتاجو الى الزجاج باللون الشفاف هذا الزجاج المعروف اه هذا الزجاج بما انه عدنا ثماني نحتاجو الى ثمان قطع من الزجاج القياسة نتحهم هتكون نفس قياسة الاحرص اه العلو تحهم البنات اخترت ودرته خمسة سنتيمتر كما راكم تلاحظو اه هذا القطع البنات فيها ثمانية ونص كما قلت لكم على حسب الحافة هديك اللي فيها ثمانية ونص جي هذي فيها ثمانية ونص على خمسة سنتيمتر والثانية بطبعة الحال حتكون ثاني بنفس القياسة الحافة الاخرى حتجيكم اه اه ثناش ونص على اه خمسة سنتيمتر هكذا كما موضحة في الشاشة وهناك ملاحظة فقط لحب ترسم ثماني منتظم اللي شبه الميل فخون الفرنك اللي نترسم زج مستطيلات متداخلة بنفس القياس وتوصل الاضلع حيخرج لكم ثماني منتظم اللي هنا بالنسبة للكولة اللي حننلسق بها حنلسق بهذه الكولة اللي جاية مع الفشفيشة متهمش لبنات لا ماركتها المهم اه تكون الكولة مع هالفشفيشة الفشفيشة هذي اللي حتبرد لنا اله الكولة هذي وتلسقها لكم يعني فيكسي ما مش هتتعبكم في اللسقة هنا البنات كي ما راكم تلاحظوا بديت لسق هذا الاضلع اللي هنا اول شي نبدا ندير الكولة الكولة اللي بنات درتها فوق المرآت ما درتهاش على الحافة ديروها فوق المرآت هكذا بهذا الشكل من بعد نجيب الفشفيشة تاعي هذي ونديرها على الزجاج هكذا بهذا الشكل هنية من بعد تلسقها ما تلسقوها بعدها راه يتلسق له ليه تلسقها هذي جاية ولا اروع لكن البنات حذري انكم تغلطوا من مستحسن انكم تلبس القفاسات لانها شوي تتأثر علي جدين هكذا البنات كي ما راكم تلاحظوا هكذا البنات قربت لكم شوية صورة باش تشوفوا كي ما راكم تلاحظوا اللي هنا درنا على فوق المرآت وليس على الحافة نديروا فوق المرآت هكذا بهذا الشكل من بعد نجيب القطعة تاعنا للقيصة حس 8.5 سنتيمتر نبدأ ندير لها الفشفيشة كي ما راكم تلاحظوا هكذا بهذا التاريقة من بعد تلسقوها هتلسقلكم في الوهلة الاولى كي ما نقوله في الثواني الاولى هكذا بهذا التاريقة ولبنات ما تنسوش الحواف الحواف الثاني هي لازم تلسقوهم هكذا بشي تثبتنا مليح ويكون يكون صوليد هكذا البنات ونكملوا الاحرف كامل بهذا التاريقة ونتحصلوا على هذا الشكل كي ما راكم تلاحظوا ثماني تعناره واجد ثماني غير منتظم من بعد البنات اللي هنا نجيو لمرحلة التصييين الهنا نحتاجوا الى هذا الباقيت اللي جاي باللون الضاغي هذا الباقيت اللي بنات اللي قوي عند الكنكيري يتبعه بزوج مترات زوج مترات بثلاثين الف انا شريته معد محلم الجوج متواجد في باتنا اللي بنات فقط كملاحظة شريه اكثر من زوج مترات لانه انا شريت زوج مترات وما كفانيش شريه على الاقل 4 مترات 4 مترات هيكفوكم اذا اللي بنات اول شي نبدأ وهنا ناخذ القياسات متاعنا اللي هنا اخذت القياسات قياسة الضالح هذا ونبدأ نقص نقصه عادي بالمقص ولا الكتار احسن شي نقصه بالكتار احسن لانه المقص شوية صعيب لانه جاي هذا الباكيت جاي جاي صلب كما تلاحظوا البنات هذا الباكيت فيه واحد الشاريتة في اللون الاخضر تنحي الشاريت هذاك وتلسقيه كما راكم تلاحظوا هاكذا بهذه الطريقة تنحيو هذا الشاريت اللي جاي باللون الاخضر وتلسقيها مباشرة لكن البنات انا عم عاولتش عليه لانه من بعده تجبديه فيما تجبديه تنحى كما قلت لكم البنات ما قصيتمش بالمقص قصيتم بالكتار لكن نعطي لكم التاريقة كيفاه الكتار البنات يجيكم اسهل من البصالي اذا البنات كما تشوفو خذين القياسات وكما تشوفو نميلو البنات ما تقصو شكذا على شكل موربع قصو كشغل مثلث عكاس زاوية 45 درجة هكذا بهذه الطريقة قصو مليح من بعد تقرطيه بمجرد انك تقرطيه كما نقولو احنا هي بالعامية تعنا تقرطيه بيدك برك يتقسم لكن البنات حددو مليح مش مش تقرطي برك بش يجيكم يجيكم معدول احسن من المقص المقص يجيكم الحواف شوية مقشرين لكم هذاك الضغي لكن الكتار الكتار احسن من المقص هكذا البنات كما راكم تلاحظو الشكل الحواف نتاوك فجاي شكل مثلث كما قلت لكم جاي متعكسين يجيكم كشغلت شبه من حرف هكذا البنات ونلسقوه اللي هنا كما قلت لكم نحي الشاريط هذاك الاخضر وندير لهنا البيستولي واللسق نحي الشاريط الاخضر ولسقوه لكي البنات متكثروش بزار ببيستولي بش ميبان لكمش منهيه يخرج لكم ليطاش هذو كتار ببيستولي ديرو القليل فقط ولسقو الباقيت تعكم عادي هكذا البنات ونكملو الاضلع كامل بنفس الطريقة كما راكم تلاحظو نزيدو ثاني الجزء هذا العلوي ولا المحيط هذا العلوي ثاني نكملو بنفس الطريقة كما قلت لكم البناتا نشريت ثنين متر فقط ما كفانيش انتم مشروع الاقل لربع مترات هكذا بشيك فيكم اذا البنات هذا هو البلاتو تعنا ليجاي الشكل ثماني غير منتظم نتمنى انه لا لنال اعجابكم وفي الفيديوهات القادمة اذا كملتوا ان شاء الله حنوريهولكم ولا ندير معاكم بلاتو واحد اخر ونوريلكم هذا باذن الله اذا البنات كما راكم تلاحظو الشكل يتحبي الديريه الشكل مستطيل ولا شكل مربع ولا شكل معين ثماني لتحبي الديريه كما راكم تلاحظو الباقية الثانية لازم تديروه في الجزء العلوي تاعو هكذا بشي يعطيكم منظر مليح ومنظر راقي الى هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو نتمنى هذا الفيديو نال اعجابكم ونال الرضاكم واستحسانكم الى هنا مفقال غا نقولكم دم دم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة